ثمن مجلس إدارة الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون الخطوات التي اتخذتها الهيئة في زيادة النشرات والمواجيز والعناوين الإخبارية التي تبث على الحيز الفضائي التلفزيوني عمال مباشر وهو ما سيسهم في تغطية أخبار السلطنة وفعالياتها ونشرها على المستويين المحلي والدولي جاء ذلك خلال اجتماع مجلس إدارة الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون اليوم وطلع المجلس على ما أنجزته اللجنة المشكلة لوضع التصورات لإنشاء قناة تلفزيونية للأطفال وثمن الخطوات التي قامت بها اللجنة في هذا الشأن كما تدارس المجلس علياتي ضبط جودة الإنتاج الدرامي وناقش عددا من الموضوعات المرتبطة بالعمل الإداري والمالي للهيئة ترأس الاجتماع معالي الدكتور عبدالله بن ناصر بن خليفة الحراسي رئيس الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون ترجمة نانسي قنقر